براحة بحضراتكم من جديد يعني دايماً بيقولوا أن الأطفال في سن الصغير هو أفضل سن أن احنا نشكلهم أو نعلمهم اللي احنا عايزين نعلمه هم بيبقوا لسه أطفال ما عارفوش حاجة في الدنيا عشان جداً هم أكتر فئة ممكن تعاني من حالات الألأ والاكتئاب لأن هم ما عندهمش القدرة النفسية على موجهة أي صدمات أو معاناة في الحقيقة ده بيسبب لهم حاجة اسمها الهشاشة النفسية بيبقوا ضعاف يعني لسه ما يعرفوش حاجة بتصدموا بحاجات لسه هم مش قدها أو إدركهم مش فهمها قوي ده نوع من أنواع الاضطرابات اللي ممكن تصيب الطفل اللي بيتعرض لضغوط أو ظروف محيطة به غير مناسبة وكم من الأهالي اللي بيحطوا أولادهم في الظروف مش مناسبة ليهم سواء في حالات انفصال أو الخناء اللي ما بين الأهالي أو غيره أو غيره بيخلي حتى ضغط المدرسة يعني لما نيجي نضغط على أولادنا أنتوا لازم تذكروا وفي الرياضة حاجات كثيرة قوي ممكن تعرض أولادنا للضغط ده أعتقد زي مصطفى الهشاشة النفسية مصطلح زي ما هو واضح كده يعني بيدل على الشخصية المرتعشة الشخصية الغير سوية الشخصية الضعيفة هشاشة لذلك احنا نتحدث فيها عن الأطفال الدكتورة بسانت فاروق النهاردة استشارة الصحة النفسية حتكلمنا بالضبط عن هذا المصطلح بيظهر في أي الفئات العمرية من الأطفال أعراضه إيه وإزاي أيضا نستطيع أن نعالجه في مرحلة مبكرة قبل أن يكون جزء من شخصية هذا الدكتورة برحب بيك يا دكتورة أهل نسألن بيكي موضوع الهشاشة النفسية بدأ يزهد دلوقتي بشكل كبير قوي عشان أتكلم في موضوع الهشاشة النفسية أحب أتكلم من خلال أربع محاور المظاهر بتاعة الهشاشة النفسية ومعنى الهشاشة النفسية وأسبابها وعلاجها طيب معنى الهشاشة النفسية يعني زي ما هيك قلت كده حاجة ضعيفة ضعيفة يعني إيه ضعيفة يعني ضعفة في التكوين النفسي عند الطفل فيه عندنا بناء نفسي البناء النفسي ده يأما بنسميه الصلابة النفسية وده بيطلع شخص يقدر يتحمل الظروف والتغيرات والتكيف السريع والهشاشة النفسية أشبه بحاجة بنسميها يعني هو طبعا هو حاجة يعني ممكن تتخضوا منها شوية اللي هي رقائك التلج يعني عارف أنت لما بتجيب التلج وبتبشره التلج بيبقى صلب قدامك صح؟ لما بتبشريه بيبقى هش خلاص بيدوب صح؟ فده تشبيه بمعنى أنه عتم القدرة على التكيف ولا التأقلب ويعني زي ما تقولي إيه الطفل اللي بيعمل من الحبة قبة تمام؟ هنعرف ده في وساعات بنسميه كمان جيل التقنية يعني إيه جيل التقنية؟ هنعرفها في الأسباب التقنية اللي هي الموبايلات والآيباد والجيمز والألعاب الإلكترونية طيب ما ظاهروا إيه؟ أنا عرف زينا ابني ده عنده هشاشة نفسية هتلاقيه عنده مفرط الحساسية شديد الحساسية يعني زي ما قلت بيعمل من الحبة قبة أي مشكلة صغيرة بيكبرها عنده تضخين المشاكل شخصانة الأمور يعني مثلا لو في المدرسة مثلا المدرسة مثلا بتتكلم وبتزعق أو كده يقولك ده المدرسة النهار ده استقصدتني كل الكلام ده متوجه لي أنا الافتقار العاطفي الافتقار العاطفي أنت هتلاقي أنه نحن بنعرف الموضوع ده في أولادنا بالعكس بقى اللي هو إيه؟ بتلاقيه يندفع عاطفياً اتجاه الأغراب يعني مثلا المدرسة التعلق الشديد بالمدرسين المدرسة زميله أو مثلا بنت متعليقة قوي بصاحبتها أو مثلا ما جالك ضيوف مثلا تلاقي مثلا ابنك رايح قاعد جنب الضيوف أو قاعد على رجلها الافتقار العاطفي وده بيعبر عنه بالمبالغة الشديدة في العاطف سدقين دي الأسباب دي الأسباب السلوك القهري يعني إيه سلوك القهري؟ يعني إدمان اللعب الإلكتروني دي سلوك قهري هو الطفل بيعبر عنه كده عنده الكبار بيعبروا عنه مثلا بالشرحة في الأكل في إدمان المشتريات أي حاجة فيها سلوك قهري مثلا كمان في الانقيادية تلاقي الطفل منقاض يحب دايما إيه؟ يسمع كلام أبس الجيل كله طالع بلعب فيديو جيمز دكتورة يعني أقدر إزاي أميز أميز الطفل المريض بها شاشة من وسط أقرانه أنا قلت ست أسباب يعني أنت ممكن لما تلاقي مثلا عنده طفل منقاض ضعيف الشخصية يقولك مثلا صاحبي قال لي صاحبي أنه هنعمل كذا تلاقيه شخص ضعيف دايما بيطلق عليه إيه؟ دي أنا اسم ابني طيب قوي دي أنا ابني مغلوب على أمره دايما تلاقي مثلا فيه أمي تقولك إيه دي أنا ابني مغلوب على أمره مش هي أطفال أقوى من أطفال يعني ممكن يبقى هو حظه أن هو في جروب من صحابه هو بقيت صحابه عندهم ثقة في نفسهم عالية شخصيتهم أقوى فهو يا حبيبي شوية مش بيستند عطت وسطيهم يعني أو مش هو خلينا منتفقين على حاجة أن كلنا بكمية واحدة يعني كل الأطفال وكل الكبار عندهم نفس التولز أو الألات أو السكيلز اللي موجودة عند كل الناس ولكن الكيفية بتاعتها يعني إيه اللي بيخلي طفل أكتر هو القائد ليه بيخلي طفل مثلا هو اللي شخصيته قوية هنعرف بقى من الأسباب أنه التربية عليها عامل كبير اللي بتخلي شخص شخصيته قوية أو شخص شخصيته ضعيفة طب إيه اللي بيسببها شاشة الأسباب بقى بصي هما ثلاث حاجات ثلاث حاجات أول حاجة الافتقار أو عدم إجباع الاحتياجات الرئيسية كل إنسان فينا عنده بناء نفسي البناء النفسي ده عبارة عن أول حاجة كده بسم الله الرحمن الاحتياجات النفسية هم الحب الاحتياج للحب الاحتياج للأحساس بالأمان الاهتمام التقدير القبول دي احتياجات أساسية رئيسية إذا أنا ما أشبعتهاش عند ابني بيحصل عنده فراغ عاطفي أو فقر عاطفي فدي أول حاجة الاحتياجات العاطفية طيب تاني حاجة التربية التربية يعني أني أختصرها في حاجتين يعني حاجتين هي إما قصوة زايدة وصرامة وحازمة في تنفيذ الأوامر أو دلع ومرونة شديدة جدا ولين ولطف شديد زائد عن الحد بس الدلع ده ده غلط وده غلط الدلع ممكن يخلي طفل متعلق بناس تانية غير أهله لا خلينا نتفع على حاجة أن كل مظهر بيخاطب السبب يعني مثلا القصوة ممكن يخلي الطفل يتعلق بحد غير أهل الدلع يعمل شخصية اعتمادية اتكالية عدم تحمل مسئولية ما يقدرش يواجه الأمور ما هو إحنا اتفقنا أن الهشاشة النفسية وعدم القدرة على التكيف عدم القدرة على مواجهة الأمور فالتربية الضعيفة أو الدلع أو مش عايزة ابني يحس بالقلم اللي أنا حاسب به لا ده القلم هو اللي بيعمل المرون النفسي الصلابة النفسية من القلم بتحصل الصلابة النفسية فلذلك التربية احنا قلنا ده رقم اتنين طب رقم ثلاثة الأطفال اللي بتتعرض في السن يعني احنا عندنا أهم بناء نفسي للطفل بيكون في سبع سنين الأولى وده ردنا على حداتك لما بتقولي أي مرحلة عمرية بنخاطب بنلاقي فيها الموضوع ده بيظهر قبل أهم حاجة البناء النفسي في السبع سنين الأوليين طيب الطفل اتعرض لصدمة لفقد أحد الوالدين أو لصدمة انفصال الوالدين أو لحدث شخصي تمام الأهل بيروحوا لإيه لا يعني لو حادثة شخصية أو حاجة نعالجه علاج جثماني الأهم منه العلاج النفسي ده بيأصل على الطفل حتى لما يبدأ يكبر يحس ان هو مش كامل أحس نوعا فيه عيب حسنه أقل من الآخرين برغم ان يكونوا تعملوا كل الإجراءات اللي تخليه سوي فبرضو ده بيخلينا ان احنا نخلي بالنا قوي انه لما الطفل بتعرض لأي صدمة بيبقى محتاج تأهيل بعدها أو شاهد حادث أو شاهد موقف مفزع بالنسباله محتاج يعمل تأهيل نفسي تأهيل تأهيل يعادة يعادة تأهيل الطفل بتعملوه زي انتوا بقى كأطباء نفسيين يعني أصلا علاج البالغين شيء صعب وأنا يعني شفت يمكن حالات اللي بيروح لدكتور نفسي العلاج مش زي ما احنا متخيلين بيبقى داخل فيه يعني أدوية وبيبقى داخل فيه وصفات وتركبات يمكن ده كمان هل ده بقى بيستخدم مع الطفل يعني التأهيل ده هل ممكن يحصل ده مع طفل صغير هو خلينا بس الأول نفرق ما بين الطبيب النفسي والمعالج النفسي أوكي الطبيب النفسي هو السيكاتري اللي بيعالج بالأدوية اللي هو بيدكبرو شيته وبيعالج بالأدوية أما المعالج النفسي هو العلاجات الكلامية اللي هي بدون أدوية اللي هو بيكون بيهتم بأسليب التربية الشكل المجتمعي يعني لا مش الشكل المجتمعي يقدم هي أسليب تربية احتياجات نفسية خلينا نتفق إن 80% من تشكيل البناء النفسي معتمد على الأب والأم للطفل طبعا فهنا المعالج النفسي بيقلي دور إن هو إزاي يعرف يعرف الأول إيه التربية السائدة في البيت ويبدأ بناء عليها إن هو يقول لا والله إحنا عايزين لا تفريط ولا إفراط لا عايزين الصرامة ولازم تعمل كذا ولازم تخسل إيديك مش عارف إزاي ولازم ما تكلمش دي يعني بسميها القوانين الصارمة والقصوة الصارمة العقاب الحاد جدا لا خلينا نتفق إن الطفل مش محتاج عقاب قد ما هو محتاج تفهم عايز يفهم لأنه هو طفل عنه سبع سنين حتى لو غلط هو محتاج يفهم محتاج يعرف إيه الصحة من الغلط مش محتاج يتعاقب كل ده اللي بيقوم بيه المعالج النفسي يعني بيتكلم مع الأم والأب في أسليب التربية إشباع كيفية إشباع الإحتياجات النفسية برضو الدور المعالج فهي ما فيش حاجة بدرجة الصعوبة المبالغ فيها إنما هي بداية نحط إدينا على المشكلة نشخص المشكلة نعرف إيه العوامل اللي شكلت ده تعبوا ما زي ما هيك قلت بتختلف من طفل لطفل فبالتالي بيبدأ المعالج هنا يكلم الأب والأم على حسب المظاهر اللي طغية في السلوكيات بتاعته وحباز بقى لو كانوا كمان منفصلين ده بيبقى عايز تركيز أكتر لأن هنا بيحصل أن الطفل بيبقى هو الضحية زي ما بيقولوا إنه فيه اختلاف في التربية ممكن كل طرف بيحاول يجذب الابن اللي عن طريق الدلعة الزيادة ماما ما بتعملكش على أنا عاملك بابا مش بيعملك طب هنا مش ده الصح لازم نتفق على أو شفت مامتك عملت إيه شفت مباك عمل إيه تعالى نروح المحكمة تشويه طيب إحنا دايما بنتكلم عن دور الأباء والأمهات في تأثيرهم السلبي على أطفالهم لكن خلينا نقول إنه برضو فيه عوامل تانية بتشكل التربية للأطفال يعني ما خلونا ما نرميش كل حاجة على الأباء والأمهات لأنه كده كده هغلطوا وكده كده هيبقى فيه غلطات في التربية يعني أنا لسه عندي ولد صغير أنا بتعلم معاه يعني اللي بيحصل وأكيد هغلط بس بحاول إن أنا على قد ما أقدر ما عملش ده المدرسة بقى هنا دورها بيبقى عامل إزاي في المعالجة أو التأثير سواء سلبا أو إجابا على الطفل اللي عنده حشاشة نفسيا أو استعداد إنه يكون عنده حشاشة نفسية التنمر اللي بيلاقيه من صحابه تنمر ساعت من المدارسين هل ده ممكن يأثر سلبا على النفسية عن مثلا حالة النفسية لدى الطفل؟ هنا إحنا بنتنقل لكيفية معالجة الهشاشة النفسية هارجع هقول لي كيفية المعالجة من خلال برضو خلينا نقول إن بيئة المدرسة دايما بتتيجي رقم اثنين ما هيش البيئة اللي بنعاول عليها قوي الأسباب بالضرر النفسي لكن نحن نشوف حالات كثيرة قوي من الاكتئاب الحقيقي يمكن بره في دول تانية نشوف بتوصل للانتحار إنه طفل صغير تنمروا عليه تنمروا عليه طيب هنا بنقول برضو إن الأم عليها دور إن هي تعرف الطفل يعني إيه خلي بالك إن الطفل بي عنده هشاشة نفسية بيبقى شديد الحساسية لكلام الناس المدرسة قالت علي كذا صاحبي قال لي أنت قصير صاحبي قال لي صاحبي تأتي أنت تخينة أنت شديد الحساسية لكلام الناس هنا دور الأم دور الأم تقوله إيه؟ حبيبي إحنا مختلفين حبيبي الإختلاف ده تميز بالعكس ده أنت متميز في حاجات تانية كثير ما تسمعش كلام الناس ده بيعبر عن رأيهم الشخصي اللي جاي من خلال خبراتهم هم لكن دي مش حقيقتك هنا برجع برضو بقول إيه؟ إن الأم بتغذي عند الطفل كيفية التعرض للتأثير من الآخرين أنا بطلع ابني من البيت وأنا زي ما تقولي بسلحه بالأسلحة اللي بيواجه بها المجتمع إنما لو أنا بكاري علي أصلا في البيت مثلا ودنك كبيرة مش عارف أي كلام ده الهزار اللي احنا فاكرين نفسنا دمينا خفيف فيه أنا كده بحرد بشي نفسية الطفل بشيل طبقات من نفسية الطفل هو أساسا مش متقدر في البيت هيروح المدرسة هيقدروه في المدرسة؟ بالعكس أنا كل ما أنا قدرت ابني وكل ما أنا احترامته وناديته بألقاب هو يحب يتسمى بيها حاجة محببة لي يعني ما أختارش أنا اسم الدلع يمكن يكون اسم الدلع بالنسباله مش حلو دي أنا بقولهوله لازم أستشيره في حاجة ذلك لا أو ساعت مني بقى قصدنا نرحم يعني فهنا دي للأسف بتتحفظ في الممري بتاعت الطفل وبتشكل البناء النفسي بتاعه حتى لما بيكبر طب كثرة الصراخ أو الصوت العالي أو الشجار كيف يمكن أن يهدم شخصية الطفل في بداية عمر حديدك تقسم ما بين الأب والأوم طبعا أه طبعا بيطلع الشخص شخصية الطفل ضعيفة ضعيفة لأنه شايف طول النهار سريخ وما فيش يعني خلينا نتفعل حاجة أن من المهمة قوي أن نحن نعمل عنوان أو قانون للبيب بتاعنا يعني نحط رولز كده للبيب بتاعنا مثلا ممكن نقول إيه إحنا قانون بتاعنا في البيب مثلا الاحترام الحب والاحترام إن أنا أظهر إذا ما كنتش قادر أعمل أظهره الأبناء علشان بالتالي أنا بزرع فيهم المشاعر اللي عايز هو لما يكبر يمتلكها طب من خلال الصوت العالي والخناء والشجار أنا بزرع فيه إيه نفين ولا حاجة أنا بزرع فيه خوف بشوه الصورة بتاعة الزوج والزوجة العلاقة الزوجية لو مثلا لو فرضنا أن الطفل الزوجة اكتب موضوع تعبير عن الأسرة هيكتب إيه ماما وبابا على طول بيصراخوا في البيت في حين أنه ممكن يكتب أن لأ أن ماما وبابا فيه حب فيه احترام فيه تقدير الطفل بيبقى عنده احتياجات الرئيسية أو النفسية عند الطفل اللي هي القبول لما أنا مش حاسس أن هم أصلا قابلين بعض هيقبلوني أنا كطفل إزاي صحيح بالزبط فده هو ده العلاج بقى أنا بنتنقل لمرحلة العلاج في الهشاشة النفسية لمرحلة أن إحنا نبدأ نشوف وأنا مش بيع الاحتياجات الرئيسية عند الطفل ولا لا بدون إفراط ولا تفريط لا أحب الحب الشديد جدا اللي بيعرضه أنه هو يبقى شخص اتكالي عدم تحمل المسئولية ولا أنا أمنعه من الحب خالص مدى التربية دي بحر كبير جدا فمهمة قوي أن نقرأ ونفهم ونسأل ونسأل بالزبط ومش اللي إحنا تربينا عليه نربي عليه أولادنا لأن كل مدى الزمن بيتغير يعني كنت لسه بكلم مع الدكتور يمكن قبل الهواء أنه كانت المسمايات دي مش موجودة إحنا مع الوقت عادي بنفهم وبنتعلم مسمايات كتيرة لتعريف اللي بيحصل في حياة أولادنا كل ده هيترجم على أولادنا لما يكبروا يمكن أول سؤال بيسألوا الدكاترة النفسيين أعتقد أنا للأسف ما روحتش لكن أتمنى أني أروح لدكاترة أبتدي لأنه ده تبقى حاجة مهمة جدا أول سؤال يمكن بيسألوا طفولتك كانت عاملة إزاي فمهمة قوي أن نحن نبتدي من سن صغير نعلم أولادنا وإحنا كمان نتعلم معاهم أنه في زي ما الدكتور قالت كده قوانين للحياة وقوانين للبيت ما ينفعش نحن نتخطاها ومهمة قوي قوي في تربيتنا اللي ربنا هيسألنا عليها يوم القيامة أنه نتقل لا في أولادنا ونتعلم شكرا لكي دكتور بسانت فاروق استشاري الصحة النفسية على وجودك معاهم أهلا سلام شكرا لك شكرا لك دكتورة